أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين أن مملكة البحرين كانت سباقة في مواكبة التشريعات وتطبيقها وتنفيذها تبعا لتطور الإجرامي الإلكتروني لحظة بلحظة حتى تتمكن من التعامل معه والحد من أختاره وهما يعكس فطنة المشارع البحريني لهذا الخطر والعمل على مجابهته بالحزم اللازم لردعه جاء ذلك خلال كلمة سعادة النائب العام لدى افتتاح فعاليات الدورة التدريبية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع الشبكة المدعين العامين العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ويشارك فيها لفيف من أعضاء النيابة العامة ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي ومن المعنيين داخل المملكة وخبراء دوليون متخصصون في هذا المجال وأشار البعالين إلى أن مملكة البحرين سعت مبكرا للاستفادة من التقدم التكنولوجي في مختلف شؤونها وصولا إلى نظام الحكومة الإلكترونية فاستحدثت المرسومة بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية للاعتراف بتلك المعاملات والأخذ بها وعدم إنكار الأثر القانوني للمعلومات الواردة فيها وتتناول الدورة الجريمة الإلكترونية وما يصاحبها من تهديدات وتحديات وتجريم الممارسات الإلكترونية الخاطئة من خلال التشريعات الدولية والمحلية فضلا عن استعراض لدور السلطات والأجهزات المعنية في التحقيق في تلك الجرائم واليوم نتكلم عن مشكلة خطيرة نعانيها فعلا على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى المحلي وهي جرائم عبر الإنترنت جرائم عبر الإنترنت أن نقول كلمة ثورة لم تستخدم منذ ثورة العبيد في عهد الرومان لأن تستخدمت في ثورة الاتصالات وكلنا عايشنا هذه الفترة ورحضنا تسارع وتيرة التطوير التي يكون فيها التطوير كما قلت في كلمتي في تطوير قد يكون للخير لكن أيضا في تطوير قد يكون للشر فبالتالي تأتي هذه الدورة لتركز على تطوير قدرات أعضاء النياب العامة ورجال الأمن والقضاء طبعا نحن في الدورة هذه عندنا ثلاث الجهات المختصة في مكافحة الجريمة بالإضافة لأعضاء من دول مجلس التعاون فتأتي هذه الدورة لتطوير قدرات أعضاء النياب في موضوع التحقيق لإكتشاف سبل جديدة في موضوع المكافحة وتركز أيضا على موضوع أهمية التعاون الدولي بشكل عام وكيفية التواصل مع الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية التحديات كثيرة لأننا نتكلم عن وسائل الإلكترونية كيف نستطيع أن نصل إلى شخص استعمل هذه الوسيلة الإلكترونية أنا أعتقد المسألة فنية ومسألة التحقيق مرتبطة بالأجهزة الإلكترونية فأنا أعتقد هذه من التحديات إذا قدرنا أن ندفع أعضاء النياب العامة نعرفهم أولا أساسا بكيف يمكن أن تقع هذه الجرام بقول وسائل الإلكترونية أعتقد مسألة التحقيق ستكون سهلة بعد ذلك هذا أعتقد أهم تحدي هذا شكرا للمشاهدة